سيلهادي فما حاجة كنت نشوفها قبل يبدو أنها اختفت لبيب ما عادش نشوفه لبيب برشا الناس خافوا منه لبيب هو كان عنده شعار لبيب للبيئة حبيب على كل شكرا سيلهادي شبيلي نحكيك عنه شوية لبيب ولا مش لازم تعرف في المنتصف التسعينات قدمت برنامج في التلفزة الوطنية في حلقات تحت عنوان تونس الجميلة يؤنى بالبيئة بالضبط ولما سيتك التوف المخيلة العام متعتوين سرى ما ننسيناهمش ما ننسوهمش أولا وقبل كل شيء لبيب ليس منها حاجة تابعة لوزارة البيئة يمكن وزارة البيئة عملت الكونسيبشيون وهي اللي وزعته في وقتا ما تبنته هي اللي قامت بالبرنامج هضايا لكن في وقت من الأوقات لبيب ولا معناها دليل مش دليل معناها الرمز أي لحماية البيئة وتبناوها الأطفال وتبناوها النشأ وتبناوها وكان عند وكان ثم منها علاقة كبيرة بين لبيب والصغيرات هذوما باش منها كيفاش تقول لبيب كيما يمشيوا يقرعوا منها عند المعالم تاعهم ويقريهم باش ينشأ على ثقافة بيدي لبيب يوري فيهم في الطريق نحو احترام البيئة جي وقت من الأوقات الله يسامحوا ثم ناس خافوا من لبيب واضح واضح لكن لبيب مش يرجع ولبيب ما هوش شي مختفي لكن لبيب في قلوبنا ونعود نقول لبيب للبيئة حبيب شكرا سيهادي شبيلي مدير عام البيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة